يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها انتبه لهذه العبارة وهي كان حقا على الله أي توجب الله وجب على نفسه أن يطعم ذلك الشخص الصائم الذي صام واشتهى في شهر الصوم الأكل أو المشرب ومنعه الصوم كان حقا على الله أن يدخله الجنة أن يأكله من مأكلها ويسقيه من مشربها أي وجب على نفسه الله سبحانه وتعالى أن يدخل ذلك الشخص والله أرحم الراحمين وأكرم الكرماء بحيث إذا دخل الجنة لا يخرج ذلك الشخص حتى لو كانت عنده ذنوب أسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الجنة بحق محمد وآل محمد لا تنسونا بأفضل الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته